ترجمة نانسي قنقر وفي إنجيل مرحس وانتشقى حجاب الهيكل إلى أسنين من فوق إلى أسفل وفي إنجيل لغة وانتشقى حجاب الهيكل من وسطه أسناء صب السيد المسيح له المد هناك عوامل طبيعية وغير طبيعية قد حدثت تصاحب صلب ربنا يسوع المسيح أول حدث اللي هو إظلامة الشمس وكلة إظلامة الشمس دي أخدناها في الظلمة على الأرض اللي هي في الصباح اللي فاتت وشرحناها تاني حدث مصاحب صلب المسيح وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى أسنين وانشقاء حجاب الهيكل يعني انتهاء الزبيحة الدموية حينما ينشق حجاب الهيكل معناها أن هذا الهيكل لم يعد هو الهيكل بتاع العهد الجديد إن هيكل العهد الجديد غير كده والزبيحة قد انتهت الزبيحة الدموية قد انتهت وبدأت زبيحة المسيح لهم المنب بصلب المسيح وطبعا ده مرافق لصلب السيد المسيح لأن أبل صلب المسيح كانت الزبيحة الدموية بوجودة وسليمة وبها تغفر الخطية بس تغفر على أساس المسيح المسيح ولكن أول ما صلب ربنا يسوع المسيح انتهت الزبيحة الدموية ولذلك انتهى الهيكل الذي تقدم فيه هذه الزبيحة ولذلك انشق حجاب الهيكل هناك حجابين حجاب بين الشعب والقدس وحجاب بين القدس وقدس الأقدس الحجاب اللي انشق هو الحجاب اللي بين القدس وقدس الأقدس وبهذا المعنى ان المسيح له المجل دخل الى قدس الأقدس مرة واحدة وصنع في دائما ولذلك اختلط القدس بقدس الأقدس والآن كل كاهد في العهد الجديد يمكنه ان يدخل الى قدس الأقدس فقدس القدس وقدس الأقدس بجوا حاجة واحدة لأن الحجاب قد انشق لكن خذوا عليكم الحجاب بين قدس الأقدس ما احنا دمتي كان في حجابين انشق حجاب يعني بطل حجاب بقي حجاب كان الموضوع مقصب الى ثلاث أقسام قدس الأقدس والقدس والمحمة اللي فيها هذه الناس الآن اللي فيها الشعب الآن بيجوا مكانين بدأ بهمة هذه المكان قدس الأقدس الأول والتاني الشعب لكن هذا الحجاب لم ينشق لذلك ما زال موجودا ولذلك قدس الأقدس في العهد الجديد لا يدخله الا اصحاب الدراكات الكهندية في الحقيقة الوضع الأصيل في الكنيسة انه محدش يدخل الى قدس الأقدس في العهد الجديد إلا من يقال عنه كاهر وكلمة كاهر تنطبق على البسقف برتبه دي درجة اسمها الدرجة الكهراتية البسقف برتبه الرتب بطريالك أو ببر وأسقف أو مطرار وأسيس أو أمس دي الدرجة دي الدرجة الدرجات الكهندية والشماس والمقصود الدياكل لأنه لما أقول كلمة شماس كما معناها دياكل إنما اللي أقل من شماس اللي هو مساعد شماس وهتبنح الأم نصدس اللي هو القارق دول مفروض ما يتخروش إلى الأنجا والوضع القصير إن ما فيش حد بيدخل إلى قدسة أخداس إلا الذي قدسة للعمل الكنانودي يعني ما يدفعش إنه يشتغل وزر الكاهن برتبة شماس ويبقى مدرس أو مهندس أو دكتور أشتغل الناس هو زي أي ما هو مكرس بالخدمة ولابس أسود وجده إذا حجاب الهيكل قد انشق وانشقات حجاب الهيكل يذكرنا أقدر بأن رئيس الجهلة في الأثناء المحاكمة قد شق سفياب وهنا قد وقف كهنوت العهد القديم يبقى وقف الكهنوت في شق السياب رئيس الكهنة ووقفت السبيحة بعد العهد الأديم في انشقات حجاب الأنجا دي أول آسف دي تاني حدث من الأحداث المصاحبة لصد المسيحة الحدث الأول اللي هو الظلمة والحدث التاني هو حجاب الهيكل الحدث التالي والأرض تزلزلت والسخور تشققت الأرض تزلزلت والسخور تشققت ده معناها أن الطبيعة ارتزت من هيبة الموقف إن إله الطبيعة يموت على خشدة الزم ما كان أحد يتصور هذا وما كان ممكنا أن إله الطبيعة القوي يصدق ويهاد ويقوت إنه قدوس الحجي الذي لا يقوت هذه هي طبيعته ولكنه تأمس غصيصا من أجلنا وأخذ طبيعة الموت علشان كده حدث الزلزلت حينما صلوبا ربما يزوع المسيح وزلزلت حينما قام السيد المسيح والسخور تشققت النمرة اللي بعضيها اللي هي والقبور تفتحت تكملة للمنطوع ده القبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا من الجسير القبور تفتحت في آية اتكررت مرتين بس المرة بمعنى غير الدين قل تأتي ساعة يسمع فيها من في القبور صوت إذن الله والسامعون يحيون تأتي ساعة يسمع فيها كل من في القبور صوت إذن الله والسامعون يحيون القبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين مش كل القديسين قاموا لا مجموعة عدد معين كثير والمجموعة دي مش مجموعة قليلة مجموعة كبيرة وقام كثير من أجساد القديسين وأنتم تحسين الراقدين وخرجوا من القبور إذا لماذا حدثت هذه المعجزة الغريبة والعجيبة؟ لأن لا يقال أن المسيح له المد قد انهزم أمام الموت صحيح أنه رأقام موتا لكن لما جالوا الموت الموت غلقوا ولكن شاء ربنا لكي يموت ولكي يثبت أنه مات بإرادته من أجل هذه الساعة اللي هي الموت على الصليب قد أتيت لذلك صاحب نوته قيامة نهوات في ممته أقام الموت حينما صرخ وهو على الصليب وأسلم الروح سمع الكثير من القديسين سلطة ابن الله زينا بقول الآية ليه تأتي ساعة يسمع فيها من في القبول سلطة ابن الله والسامحون يحيان فيروح الأنين ده معناها أنه إذا الذي يقيم الموت في لحظة موته هل إنهزم من الموت؟ بالطبع مش موت علشان كده أراد أن يثبت أنه قادر أن لا يموت وأنه لم يمسك من الموت ولكنه أسلم نفسه للموت بإرادته وحده عما كلنا وعلشان كده صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح وهذا الصوت العظيم أراد أن يعلم الناس أنه لم تنطفق الشمعة إلى نهايتها ولكنه في قوته مات وكان صوته عظيم أسمع الذين في الجحيم والذين في القبور سمعت الأرواح التي في الجحيم صوت إذن الله وأكله وسمع الأجساد التي في القبور صوت إذن الله وقامت ورجعت الأرواح للأجساد وقام هؤلاء القديس مجرد استنتاج من هم الناس اللي آبوا أولا هم قديسهم ثانيا لابد أن يكونوا أبناء الجيل الحالي الحال يعني في زمن صرف بالمسيح بمعنى اللي ليه سنة اللي ليه سنتين اللي ليه خمسة اللي ليه عشرة ليه علشان هم هيصهروا للناس مش كده لو كانوا ناس مش معروفين مين يثبت أن دول كانوا ميتين وقاموا لكن كل مجموعة من الناس يعرفوا قريبهم اللي مات الشهر اللي فات وقاموا وإحنا عارفين أنه مات وتأكدنا أنه مات وشايفينه دلوقتي في ناس غيرهم ما يعرفوش الشخص ده لكن مجموعة أخرى تعرف شخص آخر الشخص الآخر ده مات من سنة إذا هؤلاء هو ناس متناسرين من مجموعات من الناس من بلدان مختلفة ولكنهم الدفعوا في أولوشالين لهم أقرباء في مناطق معينة بحيث أن الناس اللي بتشوفهم تتأكد الناس دول تأكدوا من أجل فلان والناس دول تتأكدوا من أجل فلان والناس دول تأكدوا من أجل فلان علشان كده مجموعة من القديسين من أبناء الجيل دي كلمة استنتاجية مش مربونا علشان يتأكدوا من أن المسيح في موته لأقام الموت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته يعني هم آموا أسماء صرقوا وخرجوا بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين إيه أصدق رب ليه دول انتظروا يدخلوا أولوشالين في وقت قيامتك قاموا في وقت موتك علشان يثبتوا أنك لم تنهزم من الموت بل في موتك أقمت الموت والناس يتأكدوا من قيامة أقربانه من الذين يعرفونهم إذن تسهل عملية تصديق قيامة المسيح يعني إيه؟ يعني أنا لو جيد أشك فيما المسيح مش ممكن يكون قام لا دلوقتي أنا لما أسمع أقدر أسدق ليه أقدر أسدق لما فلان لما مات المسيح على الصريق فلان فلان اللي مات من السنة اللي تاكد قام وانا شايفه وانا دفنه بنفسي وعارف فالمسيح له الند بيسهل لنا طريق التقوى بيسهل طريق الإيمان علشان يخلي قيامته مقبولة ومعقولة ومن الممكن أن الناس تؤمن بها فأنا أبشر بقيامة المسيح في الوقت اللي أشارف ناس أقامهم المسيح بممتئي وما أقدر أسدق قوي لما أنا شفت الناس اللي أقاموا من الأنمات أنا الحتادي بتفكرني بحاجة تانية إن أنا دايماً لما أجل أشرح سر الإخاليسقية أقول إن الخبز يتحول إلى جسد والخبز يتحول إلى دام أرجوك الخبز يتحول إلى الخبز يتحول إلى حيث الهدى المسيح له المد أعطاناً معكسة دائمة مصاحبة تسهل لنا هذا الإيمان أنا وأنت لغاية دلوقتي بنأكل الغبز مش كده بناكل ويتحول الطعام أو الأكل في أجسادنا إلى إيه دم ولحم مش بيحصل كده كل المأكلات اللي أحنا بنكلها بتحصلها إيه؟ تتحول دينة إلى إيه؟ ده جسد أو لحم وده وهذه المعجزة الدائمة التي أعطانا الله في طبيعتنا تسهل لنا الإيمان بأن الإله الذي صنع فينا هذا يمكن أيضاً أن يصنع فينا فكرة تحول الخبز إلى جسم والخمر إلى دا والقبول وتفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخارجوا من القبول بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين علشان الناس قدرت تفهم هذه المدينة وأما قائد المئة مين قائد المئة؟ قديس قائد المئة؟ مين قائد المئة؟ قائد المئة للم كان؟ أما قائد المئة والذين معه يحرصون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان يعني هم شافوا الزلزلة وشافوا ما كان إيه ما كان اللي هو انشقاخ دي بالأيكا رأوا الصغور اللي تشققت رأوا القبور اللي تفتحت رأوا الزلزلة اللي بقيت ثلاث ساعات وهكذا فلما رأوا ما كان خافوا إدا وقالوا حقا كان هذا إما الله وفي إنجيل المرقص يقول لما رأى قائد من الواقف مقابله أنه صلخ هكذا وأسلم الروح قال حقا كان هذا الإنسان إبن الله فلما رأى قائد من الواقف مقابله فلما رأى قائد من الواقف مقابله فلما كانوا مجتمعين لهذا المنظر يعني ناس كتير وقتين قدام المسيح وهو مصنوع الناس دول أنواع مختلفة من الناس منهم القديسين ومنهم العديين اللي آمنوا ومنهم المعاندين والأشغار منهم كل أنواع الناس وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان يعني الحاجات اللي حصلت المصاحبة ولصنب المسيح رجعوا وهم يقرعون صنوره هذا إيمان مؤقت بعضهم استمار وبعضهم ممكن ما يستمر الأحداث التي تحدث في لحظة معينة بانفعال معين لا تبخز تماما على أنها سابتة على شكل كده دايما أحنا نقول أن الإيمان الحقيقي مش أن تؤمن بواسطة معهزة شايف المسيح له المنظر قال إيه لأنك رأيت يا تومة آمنت طوبة لمن آمن ونرى الانفعالات الإيمان التوبة الحاجات التي تحدث بانفعال شديد دي ممكن تستمر وممكن لا تستمر وعلشان كده دائما نقول أني مش صحيح يعني عايزكم تدريكم جملة أقولها لكم أنا عادت أنها معثرة للبسطات علشان كده ما أحبش أنها تتقالى غير الإيمان لكن أنتم لما تفهموا بعمق تفهموا ظاهرة غير صحية غير صحية روحية انتشار كان نهائل من كتب المعجزات لأنك رأيت آمنت الذين يؤمنوا بالمعجزات وليس بالإيمان خدوا بالكم يقول لي الكتاب المؤدس أن لما المسيح رأى إلى الناصرة لم يعمل آية واحدة نعملش يا رب المعجزة ليه يا رب؟ بالسبب عبد الإيمانية إيه دا؟ إيه يا رب دا؟ أحنا فاهمين عكس الله؟ عكس الكلام دا؟ طم أنت تعمل يا رب معجزات عشان يؤمنوا مش هو دا؟ مش هو دا أنا جهيله دا؟ مش هو دا التعليم الصحيح مش هي دا المسيحية مش هو دا الإيمان الإيمان هو أيها؟ الزقر بما يرجى يعني مش اللي يشايفينه دلوقتي والإيقان بأمور لا ترى حينما ترى بطل الإيمان ما تعمل يا رب معجزات علشان الناس تآمن لا وعلشان كده يقولي دايما كده إن آمدتي ترين مدى الله آمن يعني قبل ما يعمل المعجزة يشترط الإيمان آه صحيح فيه معجزات ما شترطش الإيمان زي الإنسان المفلوق ليه 38 سنة دا لم يشترط الإيمان شفاه إن هو بتاع دبك البيت حسن ولما تقرأ الكلام بدقة تعرف إن هذا المفلوق في الغالب هو إنسان وحتى التقليد بيقول كده إن هو إنسان الآن في الجحيم في الهاوية وده عمل مع المسيح معجزة المجداد وده برضو اللي بتقليد بيحجي عنه حجاية إن هو جه يمنع دمجة في عام المريض خدوا بالكم إن شوف يقولي الكتاب المهدس المخلع آيه والأسف أنا أقول المخلع هو دين 38 سنة شوف يقولي الكتاب المهدس إن قعد هو المدة دي كلها مريض ولما شتاه المسيح ما اشتركش منه ولا حال قال له إيه اذهب ولا تخطئ فيما بعد لأن لا يكون لك عارف رح عمل إيه هو رح تدور بسرعة فين اللي بيدوروا على المسيح فين اللي بيقولوا اللي بيقولوا إن هذا الإنسان مش من الله لأنه بيعمل المهدسات في يوم الثبت وراح قبل اليهود إيه الحقود؟ المسيح شفاني في السبت شايف؟ لكننا اللي قابليها إن المسيح شفان واحد دين 38 سنة مفلوق المسيح شفاني قالوا متشاكلين؟ لا قالوا مين إنت؟ كابتر ألف خيرك؟ ما حصارش شوفي مشي رحوا الناس قالوا له ما تقنيني لشفاك؟ قالوا هم مش عالي واحد يشفيه بعد 38 سنة ما تضيعش التلات أربع دقائق تعرفوا مين هو ده؟ فيه في الدنيا حد يعمل كده؟ ذاتية محصور في ذاته ولا حتى اللي شفاه مايفكرش إنه ده يقع اسمه إيه؟ ولا يقول له كتر غلك؟ ولا يقول عنه إنه إنسان عظيم ولم نعرف اسمه؟ مشي طب دور على المسيح علشان يشكره لما سألوه مين اللي شفاكه؟ ماعرفش دور عليه علشان يقول له هنت مين؟ علشان أؤمن بيك؟ ولا هنت مين؟ علشان أقول إنك إنت إنسان كويس وعملت الحاجات دي من أجلي ما حصارش ده شوفيه ليه الكتاب المؤدس؟ فوجده يسوع مش مش هو اللي وجد يسوع مش هو اللي دور على ربنا يسوع المسيح لا ده المسيح اللي بيدور عليه علشان ينسره وقال له إنك أديد ها أنت قد برورت فلا تعود تخطف لألا يكون لك أجر فمن هذا الوقت راح بسرعة لليهود وأنهم اللي شفاني في يوم السبت هو مين؟ هو المسيح يعني بلده كما نتصرفه معه ده رجل معي هادي على شكل تعرفه إنه مش ضروري أبداً إنه لو بتحصل معه المعجزة يروح السماء ولا يكون يعرف ربنا يا مناس حصل معه المعجزات وفي أعمار الهاوية ولا اللي بيعمله المعجزات مش دليل على إن دول يعرفوا ربنا أليس بإسمك تنبأنا؟ أليس بإسمك أخرجنا شياطين؟ أليس بإسمك سمعنا قوات؟ اذهبوا عني يا ملاعين إني لم أعرفكم قط إيه ده رب؟ اللي كانوا بيعملوا دول اللي بيخرجوا شياطين وبيعملوا معجزات ما بتعرفهم شقات؟ طيب شايفين؟ علشان كده خدوا بالكم القصة بالمعجزات ليست المعجزة دليل على إن اللي اتعملت معه المعجزة يعرف ربنا المعجزة تعمل مع القديسين ومع الأشرار ولا اللي عملوا المعجزة اللي بيعملوا المعجزة بعضهم قديسين وبعضهم أشرار خدوا بالكم فلما أرسلوا مكان رابعوا وهم يقرعون سورة ثم إذ جانا استعداد إيه حكاية الاستعداد دي استعداد لمن؟ السبت خد بالك أحنا ما زلنا في يوم الجمعة الإيه؟ الكبير والسبت لم يأتي بعد كله دا لسه في يوم الجمعة في صلب المسيح وكل الأحداث دي حدثت في يوم الجمعة طيب والإيه؟ طيب السبت لم يأتي الاستعداد ولكن هذا السبت كان إيه؟ لأن ذلك السبت كان عظيماً عظيماً ليه؟ علشان مناسب لا عيد الفصح يعني عيد الفصح لسه مجاش لسه مجاش يوم الجمعة الكبيرة ولسه مجاش لسه مجاش بدأ عيد الفصح في هذه الجمعة الكبيرة لكن لغاية الصلب دا كان لسه مجاش شوفيوا ليه؟ ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليل في السبت لأن يوم ذلك السبت كان عظيماً كان عظيماً علشان عدمته مع بعض السبت وعيد الفصح سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعهم خدوا بلكم دي نقطة مهمة خالص أشرت إليها وأنا بشرح خميس العهد لكن دلوقتي هيبنى الكلام أسهل مما قلته وهو في خميس العهد لغاية دلوقتي حيد الفصح الأصلي مجاش طب ما اليوم خميس العهد حصل إيه يا رب؟ حصل إن السيد المسيح عمل فصح مبكر عم عيد الفصح بيهو لماذا يا رب؟ لأنه هو سيسلب نفسه على الصليب في عيد الفصح خلتوا بالكم؟ طبعاً اللي بيكتبعوا هما في المساء بين العشاءين يعني دلليل المسيح عصلت في النهار وبعد كده احتفلوا بالفصح بعد كده طيب خد بالك علشان كده الفصح اللي عمله السيد المسيح الفصح المبكر اللي عمله السيد المسيح كان فيه خبز مش فطير يعني الخبز لديونا الفطير موجود والفصح موجود والفطير موجود لكن بعد ما عمل الفصح عمل ايه بقى المسيح؟ اترك الانفصح بالفطير بتاعه بالكؤوس اللي المدموعة اتركت وبدأ موضوع جديد خبز مختمر مع جأس واحدة عالشان كده فيه صورتين لازم تعرف الفرق دينهم صورة اسمها صورة الفصح الصورتين شكل بعض بالظبط المسيح لو بنبدو حوال ايه ايه؟ ايوه اسمها وبعدين الصورة دية فيها على الترابيزة مجموعة كبوس ومجموعة أطباق ده الفصح الصورة اللي بعدها فيها ايه؟ كأس واحدة وطبا خبزة واحدة ده هو السر الايه؟ كأس خبزة لما نيجي نقول أخذ خبزة والكلمة اليونانية اللي جات في الإنجيل أردس مش أسيموس ده معناها ان خبزة مختلف لأن الخمير رمز الخطية وزي ما قلت لكم أن المسيح اللي في سر الإخاليستية هو المسيح المسطول والمسيح المسطول ليس هو المسيح القدوس الطاهر الذي بلا خطية نقطة والذي حمل خطيانا والذي لم يعود خطية صار خطية نقطة علشان كده سر الإخاليستية لازم يبقى فيه ايه؟ غمز مختمر أو الخمير اللي هو رمز للخطية واضح لماذا نحن إلا الكنيسة الباروية الرومانية مش واحدة قالها من أن المسيح عمل أن الفصحة مبكر وقالوا وهم قالوا أن المسيح عمل سر التناول بعض الفصحة والفصحة بيكونوا عزلين الخمير يبقى ايه؟ يبقى ما فيش خفز مختبر يبقى المسيح استخدم فطير ولم يدركوا أن المسيح له المن عمل هذا الفصحة المختلف عن الفصحة في كل سنة عمله سابقاً عن عن عيد الفصح اليهودي بيوم كان سأل اليهود بيلاطس أن تقسر سيقانهم ويرفعهم طبعاً علشان العيد علشان السبت وعلشان عيد الفصح لا تبقى أجساد على السلطان لأن الأجساد الميتة يعتبرونها اليهود أنها نجسة وعلشان كده لازم تتشال هذه الأجساد وتدفل ومن هنا طلبة ايه؟ ان طلبوا بيلاطس ان ينزل الأجساد فأتى العسكر وكسروا الساقي الأول والآخر مش الأول والثاني الأول والآخر المصوبين معه وَأَمَّا يَسُوع فَلَمَّا جَاءُوا إِلَيْهِ لَمْ يَكْسَرُوا سَاقَيْهِ لَأَنَّهُمْ رَأُوهُ قَدْ مَا شما storm أَهْلِن حوالا كارثة 여러분들 وامه حوالا حوالا الآخر وحوالا وقد قلوا مات تماماً وعلى شك كده لم يقسروا ساقي. أما يسوع فلما جاءوا إليه لم يقسروا ساقي لأنهم رأوه قد مات ولكن واحداً من العسكر طعنا جنبه بهربة. يبق طعنة دي بعد الموت. بس هو عايز يعمل ايه? يتأكد ان هو مات. ولكن للأسان لما طعنه جرى ايه دمر وماء دليل على انه حي. كان ميتاً بالجسد ولكن حياً باللاوت. ومن أجل هذا قدوس الحي الذي لا يموت. لماذا؟ لأنه مات من حيث يامن زاق الموت بالجسد. الروح الجسدية الروح الإنسانية انفصلت عن الجسد الإنساني وهذا هو الموت. يامن زاق الموت بالجسد. أما لا يهده فلم ينفصل قد. لا عن روحه فبقيت حياً. ولا عن جسده فبقيت حياً. وقدوس الحي الذي لا يموت. لما هم يكسروا قالوا ايه؟ ان الأول والآخر. طب هما لما بيكسروا بيعملوا ايه؟ مفروض ان يهدوا الأول. يكسروا بالله الثاني اللي هو المسيح. لأن المسيح في الوسط. فالأيوم حي سهو. والثالث لأيوم ميت. آسف. آسف المسيح لأيوم ميت فسهو ما كسروش. وبعد كده. طب لكن الكتاب هنا لما وصف مقلش كده. قالوا في الأول الاثنين دول أحيان. وده ميت. علشان كده دول كسر وده ما كسرش. ده الأول اللي بيكتب مش بيكتب. أول دول ده كتب في النهاية. فلما كتب في النهاية كتب الجملة. حط الفنين اللي هم ماتوا تماماً. قالوا انه دول كسروا اللي هو. وفصلوا بالنسيح. ولكن واحد من العسكر طعنا جاكوا بحربة. وللوقت خرج ده من وناء. وعلشان كده ده يوررنا ان المسيح حي. واللذي. وطبعاً لان دي جا حاجة غير طبيعية. علشان كده القديس يوحنى اللي بيكتب الكلام ده. حاسس انه برده ده موغف طبيعي. وعلشان كده ابتدا يبين. واللذي عايم. يعني انا شبت النفسي. لان المسيح كان بقى لان القديس يوحنى كان تحت الصريق. واللذي عايم اللي شابعنيه شهد. وشهادته حق. وهو يعلم انه يقول الحق. يعني قديس يوحنى هو انسان موسوق بي. وشاب بنفسه. وقال للناس ان ايوة صحيح دي حاجة عديبة. لكن انا بشرب بيها لما انا شبتها. وانا ما بتكلمش الا الكلام الحق. لتؤمنوا انتم. يعني ربنا جابني وخلاني اشوف انا. علشان اديكم المعلومة. فتؤمنوا انتم. لان هذا كان لياتمي الكتاب القائل. عصم لا يكسر منكم. وايضا يقول كتاب اخر. سينظرون الى الذي طعنوا. قلت دانا. طعنوا بالجمع. مع اني اللي طعنوا واحد بس ده هو موسيقى. لماذا يا ربي كلمة طعنوا. للأسف. لان كلمة طعنوا دية تنطبق على كل واحد فينا بلغة خطيئة ارادية ما زال يطع للمسيح. شوف يقولي الكتاب المهدس. عن عن الانسان لما يحب الخطيئة او الناس لما يحبه خطيئة. يصلمون لهم رب المد الثانية ويشهرونهم. يصلمون لهم رب المد الثانية ويشهرونهم. يصلمون ثانية بمصطلح. لم يرد في الكتاب المقدس كله بعهديه القديم والجديد الا مرة واحدة في اللغة اليونانية. هذا المصطلح. يصلمون لهم رب المد الثانية ويشهرونهم. يعني كأننا بنصدقوا امان الناس. لأن الناس زي اللي بيقول الكتاب يروا اعمالكم الحسنة فيمددوا امانكم الذي في السمامات. يروا خطاياكم. فايه؟ بسببكم يجدف على الاسم الحسن. على شكل كتابية. الخطيئة مننا طعنات بالنسبة للسيد المسيح. نسوة تبعنا. وكانت هناك نساء كسيرات. فليفرح مجتمع النساء لأنهم في الحقيقة أخجلون لأن من مجتمع الرجال لم يتقدم إلا شخص الله. هو هو يوحن الحسن. أما من مجتمع النساء فكسيرات. وكانت هناك نسوة كسيرات ينظرنا من بعيد. وهنا كنا قد تبعنا يسوع من الجليل. يخدمناه. وبينهن مريم المجدلية. مريم أم يعقوب الصغير ويوسي. وسالومة. اللواتي أرضا طبعناه وخدمناه حين كان في الجليل. وأخر كسيرات. اللواتي صعبنا معه إلى أوروشانين. في إنجيل القدس لؤى. وكان جميع معارفه. ونساء كنا قد تبعناه من الجليل. واقفين من بعيد. يا مصرون ما أروح هؤلاء النسوة. والمريمات والذات. لأنهم نتبعناه من الجليل. وعلى شك كده كانوا. يقول عنهم واقفين من بعيد. وده كانت نبوة في مسمور ثمانية وثلاثين. إن النسوة تبعناه من الجليل. أما كان ورهيلي مخلص منه العمر مريم القديسي الحاضر. ونساء كسيرات من الجليل. ومريم المهدلية. ومريم المهدلية. ومريم المهدل عازم. وأم عن طريق قدرتناها. ومريم المهدلية. ومريم المهدلية. ومريم المهدلية.